بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أيها الأحبة إنها أعظم ليلة في السنة تتكرر مرة واحدة فقط دعوني أذهب مباشرة معكم إلى موضوع هذه الحلقة الممتعة والمباركة إن شاء الله لنعيش هذه السهرة الإيمانية مع ليلة 27 رمضان ليلة 27 رمضان هل هي ليلة القدر؟ ماذا يحدث في هذه الليلة العظيمة وسر كلمة هي؟ ليلة القدر هل هي ليلة الرزق الوفير؟ سنتحدث عن موضوع الرزق أيها الأحبة مهم جدا تابعونا رجاء كم تأخذ من الحسنات إذا قرأت حرفا واحدا من القرآن ستذهلون من معرفة الرقم الذي ذكره القرآن هل تقدر أعمال العباد في هذه الليلة؟ يعني مستقبلك يتم تحديده في هذه الليلة؟ ما هو الدعاء الذي لا يرد ولكن بشروط؟ سنتأمل هذا الدعاء أيها الأحبة لماذا كلمة هي خير من ألف شهر؟ لماذا؟ ما هي الدلالة العلمية؟ لذلك وأخيرا سنتأمل دلاء العلمية تعرض لأول مرة عن معجزة سورة القدر لذلك أحبتي في الله أنا سأبدأ مباشرة معكم ونطرح هذه التساؤلات في هذه الليلة المباركة عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويبلغنا ثواب هذه الليلة العظيمة معظم الناس أيها الأحبة غافلون عن أن هذه الليلة تحدد مصيرك أيها الإنسان للأسف معظم الناس غافلون سنكتشف ذلك من خلال آيات القرآن هل يمكن لكل واحد مننا أن يدرك ليلة القدر؟ أنا أقول نعم أيها الأحبة لأن القرآن حدد ليلة القدر أنها في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن القرآن أنزل في شهر رمضان ويقول في الآية التالية في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن ليلة القدر هي إحدى ليالي رمضان فإذا كل يوم اجتهدت بالدعاء كل ليلة من ليالي رمضان لابد أنك ستدرك ليلة القدر وستأخذ ثواب 83 سنة وأربعة أشهر ألف شهر هنا أيها الأحبة سنتأمل لماذا سميت بليلة القدر وعلاقتها بتقدير الأرزاق الحقيقة كثير من الناس اليوم يضيقوا رزقه وأنا أقول لكم هناك ليلة في السنة تستطيع أن تنتظرها أخي الحبيب وتترقب رزقك في هذه الليلة لأن الأرزاق تقدر أيضا والرزق ينزل من السماء رزقك يكتب في السماء أولا ثم تأخذه على الأرض ولكن هو يقرر في الأعلى عند الله سبحانه وتعالى هل صحيح أن بعض الباحثين حدد موعد ليلة القدر بدقة؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح لم يستطع أحد حتى الآن أن يحدد موعد ليلة القدر بالضبط ولكن كثير من العلماء يقولون هي ليلة 27 وسوف نكتشف الآن أيها الأحبة بعد قليل أن رقم 27 يتجلى في هذه الصورة بطريقة غريبة جدا وسنعرض حقائق رقمية لأول مرة تتعلق بهذا الرقم وعلاقة صورة القدر بالعدد أيضا 114 عدد صور القرآن وبطريقة مذهلة جدا تحير العقول بالفعل هنا أيها الأحبة أخيرا سنختم ما هي الأعمال التي يحبها الله في هذه الليلة المباركة ولماذا أخفى عن الله موعد هذه الليلة طبعا الله يحبني ويحبك أخي الحبيب لو أنه حدد لنا هذه الليلة بالضبط لتكاسل الناس طيلة الشهر أو طيلة السنة وعملوا فقط هذه الليلة ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وحبه لعباده يحب لنا الخير أراد لنا أن نعمل أكثر وندعو الله أكثر ونلجأ إلى الله أكثر لنأخذ مزيدا من الثواب أنت عندما تحب إنسان تريد أن تمنح له كمية أكبر من الخير كذلك الله يحب عباده لذلك أيها الأحبة هذه السهرة الإيمانية ستكون مهمة جدا مع سورة القدر وليلة القدر وهي ليلة عظيمة سنكتشف فيها بعض الحقائق التي ذكرها القرآن فالأرزاق تقدر فيها لماذا سميت ليلة القدر أيها الأحبة لأن رزقك أيها الإنسان يكتب في هذه الليلة نحن نعلم أن كل مؤسسة كل شركة كل منظومة أنظومة اقتصادية لديهم يوم في السنة يقومون فيه بجرد الأعمال التي تمت بمراجعة الحسابات بتخطيط لسنة قادمة فأنت أيها الإنسان كل سنة تمر بليلة بليلة هي ليلة القدر أولا يمكن أن تغفر ذنوبك كلها في هذه الليلة ويتم كتابة أعمال جديدة لك في هذه الليلة طبعا الإنسان يختار أعمالهم ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يجد أن عبدا من عباده يلتج إلى الله في هذه الليلة الله يقربهم ويكرمه أيضا تماما مثل إذا كنت في شركة مثلا تجد أن هناك أناس يحاولون التقرب من صاحب هذه الشركة للحصول على ميزات مع للم أن ليس كل الناس يستطيعون التقرب من صاحب الشركة ولكن الله عز وجل برحمته وكرمه أعطى فرصة لكل واحد من البشر أن يتقرب منه في هذه الليلة لذلك الله تبارك وتعالى حدثنا عن هذه الليلة وقال هي خير من ألف شهر وسميت ليلة القدر ليلة تقدير هذه الأعمال أيها الأحبة الأمور تفرق فيها أيضا فيها يفرق كل أمر حكيم يعني أنت لديك ضائقة مر فيها لديك مشكلة لا تحل لديك مرض مرض مستعصي مضى عليه سنوات مزمن لم يجد له الأطباء علاجا ترقب هذه الليلة واسأل الله أن يقدر لك أمرا يكون فيه الشفاء فيها يفرق كل أمر حكيم إذن الأمور تفرق وتفصل في هذه الليلة المباركة فكل إنسان أحبة في الله له حاجة عند الله سواء مرض سواء الرزق سواء إنسان ضاق صدره بهذه الدنيا لديه هم معين لديه مشكلة معينة يغتنم هذه الليلة لأنها ليلة القرب من الله ليلة اللقاء مع الملائكة هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة إلى الأرض وبالتالي فإن هذه الليلة إذا لم تغتنمها أنت خسرت الكثير من عمرك خسرت الكثير من الميزات التي ستحصل عليها إذا أدركت هذه الليلة واجتهدت بالدعاء والتوجه إلى الله والعمل الصالح الرحمة توزع في هذه الليلة أيها الأحبة الرحمة توزع وهذا بنص القرآن أيها الأحبة السلام يعم فيها أيضا بنص القرآن سلام هي حتى مطلع الفجر الملائكة تتنزل في هذه الليلة العظيم أيها الأحبة وأمور العباد تقدر فيها لذلك أنت ينبغي أن تعتبر أن هذه الليلة هي ليلة العمر إذا لم تدركها خسرت الكثير هذه الليلة أخي الحبيب تستطيع أن تدعو الله بما شئت تستطيع أن تنتظر رحمة الله فيها تنتظر نزول الملائكة الملائكة تحف الإنسان الذي يدعو الله في هذه الليلة بل الله يستجيب دعاء سبحانه وتعالى لذلك الدعاء الذي لا يرد دعاء لا يرد ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أخي الحبيب انظر معي هذا الدعاء الذي لا يرد أي دعاء تدعو به لا يرد ولكن بشرط واحد ما هو هذا الشرط الإخلاص لله أخلص لله وادعو الله بما شئت سيستجاب دعائك لأن الله سبحانه وتعالى يقول أعطانا أشبه بمعادلة رياضية قانون كوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم معادلة رياضية تدعو الله تضمن استجابة الدعاء شرط الاستجابة الإخلاص لأن أحد يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أوصني ولا تكثر لأحفظ أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أو أربع كلمات فقط أحفظ هذا الحديث أيها الأحبة يلخص الدين كله لخص حبيب عليه الصلاة والسلام الإسلام كله في هذه الكلمات القليلة قال له أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل أي أخلص عبادتك وعملك ودعاءك لله يكفيك العمل القليل قليل من العمل يكفيك يعني قليل من العمل تقوم به في ليلة القدر وبإخلاص وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى سيكفيك الله شر بقية حياتك وشر الدنيا وشر الآخرة لذلك أخي الحبيب الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر وعلمنا هذا الدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا كرر هذا الدعاء بالإضافة لأدعية القرآن والأدعية النبوية رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني وهدني واشفني وارفعني واجبرني أدعو الله بما شئت وسوف يستجيب الله لك ولكن بشرط الإخلاص بشرط أن تتوجه إلى الله وأنت واثق أنه سيجيبك لا أن تثق بالبشر وتثق بالمخلوقات الضعيفة وتنسى رب العالمين سبحانه وتعالى كم ثواب قراءة القرآن في هذه الليلة انظروا أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إذن أنا لدي معادلة حددها النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرف الواحد بعشر حسنات يعني عندما تقول باسم ثلاثين حسنة الله أربعين حسنة أربعة أحرف أربعين حسنة الرحمن ستين حسنة الرحيم ستين حسنة مئة وتسعين حسنة خلال ثلاث ثواني تقولها بسم الله الرحمن الرحيم مئة وتسعين حسنة في ليلة القدر أخي الحبيب العشر حسنات هذه ستساوي ثلاثمائة ألف حسنة لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر طبعا أنا وضعت إشارة يساوي يجب أن أضع إشارة أكثر أكثر قال خير لم يقل تساوي ألف شهر قال خير من ألف شهر إذن كل حرف تقرأه من القرآن تأخذ به أكثر من ثلاثمائة ألف حسنة كأنك قرأت أكثر من ثلاثمائة ألف حرف هنا ملمح بسيط أيها الأحبة كم عدد حروف القرآن عدد حروف القرآن حسب الرسم العثماني الأول ثلاثمائة واثنين وعشرين ألف وستمائة وأربع يعني ثلاثمائة وشيء ثلاثمائة ألف وشيء يعني أكثر من ثلاثمائة ألف حرف حروف القرآن إذا قرأت حرفا فكأنما قرأت القرآن كله فتصور بمن يقرأ جزءا في هذه الليلة أو يحيي هذه الليلة وهو يقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن لأن أجر الاستماع ربما يكون أكثر من أجر القراءة لأن القضية قضية التدبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ من المصحف كان يستمع من سيدنا جبريل عليه السلام وبالتالي أجر الاستماع أيضا إذا استمعت لحرف من القرآن تأخذ ثلاثمائة ألف حسنة وأكثر فتخيل من يجعل القرآن دائما في بيته 24 ساعة كم يأخذ من الأجر إذن هذه القضية ينبغي أن لا ننساها أيها الأحبة لأن الثواب عظيم 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 لدرجة لا يتصورها عقل لذلك سميت ليلة القدر قدرها كبير لا تستطيع أن تتخيله بعقلك أيها الإنسان الآن أيها الأحبة لماذا أخفى عننا الله موعد هذه الليلة؟ كما قلت لكم هذا دليل محبة الله لنا سبحانه وتعالى فعندما أخفى عننا موعد هذه الليلة أراد مننا أن نعمل أكثر أراد مننا أن نجتهد أكثر تماما مثل الأستاذ في الامتحان يخفي عنك الأسئلة لماذا؟ يستطيع أن يقدم لك السؤال والجواب لا أخفى عنك هذا السؤال الذي ستخضع له في الامتحان لماذا؟ ليجعلك تدرس أكثر وتقرأ المقرر كاملا وفي النهاية يأتيك بضع أسئلة إذن هذا الأستاذ يريد لك الخير يريد لك مزيد من المعرفة والعلم لذلك يخفي عنك السؤال كذلك الله سبحانه وتعالى أخفى عننا هذه الليلة لنجتهد طيلة شهر رمضان فكلما اجتهدت أكثر كلما أخذت من الأجر أكثر أيضا أخي الحبيب الآن أيها الأحبة لماذا هذه الليلة خير من ألف شهر؟ ألف شهر بالحساب تساوي 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا تصور أن هذه الليلة أخي الحبيب يعني سأضرب لك مثالا إذا قمت اليوم في هذه الليلة المباركة وصليت ركعتين لله وقفت بين يدي الله بإخلاص بتجرد صلاة مودع تقول هذه آخر ركعات سأصليها من الدنيا وسأتوجه إلى الله بإخلاص وسأصلي ركعتين هل تعلم هاتين الركعتين كم تساويك؟ كأنك صليت 83 سنة وأربعة شهور كل يوم ركعتين تصور أخي الحبيب يعني 30 ألف ضعف 30 ألف ضعف كأنك صليت 83 سنة وأربعة شهور كل يوم ركعتين إذا قلت قررت اليوم أن تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة فقط إذا صادفت ليلة القدر وقلت هذه لتضمن ذلك قل هذا كل ليالي رمضان قل هذا الذكر كل ليالي رمضان فإذا صادفت أن هذه الليلة هي ليلة القدر فكأنما قلت هذا الذكر لمدة 83 سنة وأربعة أشهر إذا قلت سبحان الله وبحمده النبي تعهد لنا قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فاتخيل إذا قلت سبحان الله وبحمده مرة واحدة فكأنك قلتها 30 ألف مرة سبحان الله يعني أجر عظيم جدا أرجو أن لا تنسوه أيها الأحبة الآن قضية الرزق هل تقسم أرزاق العباد في هذه الليلة نعم أيها الأحبة أرزاق العباد تقسم في هذه الليلة لأن الله سبحانه وتعالى جعل رزقنا في السماء انظروا معي ماذا يقول رب العالمين أولا هذه الحقيقة ينبغي أن لا ننساها وفي السماء رزقكم وما توعدون إذن الرزق والقدر موجود في السماء وليس على الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون إذن القرار يأخذ يعني أنا أحب دائما الأمثلة مدير شركة عندما يحب أن يكافئ موظف القرار أين يكون؟ يكون عنده وليس عند الموظف فعندما يقرر هذا المدير أن يكافئ فلان أو يعطي فلان أو يكرم فلان القرار عنده كذلك الله عز وجل جعل قرار الرزق في يده في السماء وفي السماء رزقكم في هذه الليلة تقدر فيها الأرزاق لأن الرزق ينزل من السماء سميت ليلة القدر القدر يعني كل ما تتصوره من قدرك يقدر ويكتب في هذه الليلة ويفصل ويفرق في هذه الليلة الله عز وجل يقول أيضا فابتغوا عند الله الرزق إذن الرزق عند الله وليس عند فلان أو فلان الذي يرزقني ليس فلان وفلان الله هو الذي يقرر ولكن هؤلاء هم وسائل وأسباب عملك هذا وسعيك في الدنيا هي وسائل أخي الحبيب أما القرار في الأعلى عند الله سبحانه وتعالى هنا أيها الأحبة أيضا آية مهمة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إذن انظروا هنا ذكرت كلمة قدر ما معنى قدر يعني الله ينزل الرزق بحسابات دقيقة مقدرة ومحسومة مسبقا لا تتعب فقط اطلب الرزق من الله ابتغي الرزق من الله لا تذهب إلى فلان وفلان الله سيسخر لك الكون ذرات الكون والكائنات كلها بيد الله سبحانه وتعالى لذلك قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق هنا أيها الأحبة الآية التالية أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إذن هناك رزق في السماء يقرر وينفذ على الأرض إذن القرار فوق في الأعلى والتنفيذ في الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هناك آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هذه الآية مهمة جدا كررها سبع مرات من أجل الرزق الوفير إن شاء الله سبحانه وتعالى والآن أيها الأحبة دعوني أذهب معكم مباشرة إلى المعجزات الرقمية الهائلة التي تتجلب في هذه السورة العظيمة لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل شيئا ولا يضع فيه دليلا ماديا على صدق هذا الأمر وعلى أنه هو منزل هذا القرآن هناك بصمة إلهية أيها الأحبة موجودة في هذه السورة المباركة لأنها تتحدث عن إنزال القرآن وتشير إلى العدد 27 نحن نعلم أن ليلة القدر غالبا تكون هي ليلة 27 وقلنا هذه الليلة تقدر فيها الأرزاق تفرق فيها الأمور أو تقسم فيها أقدار العباد لذلك انتبه أخي الحبيب هذا أمر خطير قد تكون حياتك ومصيرك ورزقك يتحدث في هذه الليلة لذلك أنا دعوني أذهب معكم إلى هذه الأسرار الرقمية المذهلة التي تتجلى في سورة القدر لأول مرة سنعيش معها إن شاء الله لنثبت أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ولنكتشف عجائب كثيرة جدا ولغة الأرقام تشير إلى أن هذه الليلة هي ليلة 27 ولكن الله أخفاها عننا لنعمل أكثر ونتأمل أكثر ونتفكر أكثر ونأخذ مزيدا من الثواب أول مرة ذكر إنزال القرآن في القرآن في هذه الآية أيها الأحبة الآية 185 من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن هذه الآية تحدثت عن إنزال القرآن في شهر ماذا؟ شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن هذه أول مرة يشير الله سبحانه وتعالى إلى إنزال القرآن في شهر رمضان الآية الثانية التي يجب أن نتفكر فيها لأن الإعجاز يقوم على هذه الآيات التي تحدثت عن هذا الشهر وهذه الليلة بالذات الله تعالى يقول في سورة الدخان إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِذَنْ هِيَ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم إذن أمور العباد تفصل في هذه الليلة لذلك أكرر وأقول أخي الحبيب من كان له حاجة عند الله من استعصى عليه المرض أو الهم أو الدين أو مشكلة أو أي شيء آخر عليه أن يرتقب ويترقب هذه الليلة ويعمل فيها ويدعو الله بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه ويقدر له من الرزق ومن حلول المشاكل ومن الشفاء ما يشاء هو سبحانه وتعالى لذلك هذه الليلة هي ليلة قضاء الحوائج إذا أردت أن أختصر أقول هي ليلة تقدير الحوائج وقضاء الحوائج وتقدير المصير وتقدير الأرزاق أيها الأحبة أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إذن هذه الليلة فيها الرحمة فإذا كنت أخي الحبيب متضايقا من شيء الله يرحمك في هذه الليلة إذا كان لديك هم ولم وضيق وضاقت بك الدنيا هذه الليلة ليلة الرحمة سيوسع الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الدنيا ويقضي لك حوائجك إذن هذه الليلة هي ليلة الرحمة أخيرا أخبر الله أنه أنزل القرآن في ليلة اسمها ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إذن القرآن أنزل في ليلة القدر انتبهوا معي أيها الأحبة رجاء سنكتشف إعجازا لطيفا جدا يدل على أن هذا القرآن لم يحرف الآن إذا سألك ملحد ما هو دليلك على صدق هذا القرآن هذا دليل ماد يتجلى أمامنا في هذه الليلة المباركة انظر معي أيها الأحبة لماذا الرقم 27 نحن نعلم أن الرقم 27 ارتبط بسورة القدر منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم فمنهم من اجتهد ورأى أنها ليلة 27 هل حدد العلماء بالفعل موعد ليلة القدر أقول لا لم يستطع أحد أن يحدد بدقة متى هي ليلة القدر كل الفيديوهات التي ترونها والأبحاث والدراسات كلها اجتهادات شخصية تخص أصحابها البحث قد يصيب وقد يخطئ الليلة لا يعلمها إلا الله ولكن هذه الإشارات الرقمية تجعلنا نرجح أن تكون هذه الليلة هي ليلة 27 من خلال ما سنراه من حقائق تتعلق بكلمة هي هنا أيها الأحبة سلام هي حتى مطلع الفجر انتبهوا معي كلمة هي كم هو رقمها أولا نحن نعلم أن أشهر السنة عدد أيام الشهر 30 عدد أيام الشهر 30 يوما وهذه السورة تتحدث عن إنزال القرآن في شهر رمضان وذكر فيها كلمة شهر خير من ألف شهر وعدد أيام الشهر 30 فعدد كلمات هذه السورة دعونا نكتشف معا إن واحد أنزلناه اثنان في ثلاثة ليلة أربعة القدر خمسة أنا سأعد مباشرة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر خير 13 من 14 2015 16 17 الملائكة 18 والروح 19 فيها عشرون بإذن 21 22 ربهم 23 من كل 24 أمر 25 سلام 26 هنا دققوا معي أيها الأحبة إذن سلام 26 هي هي رقمها كم 27 كلمة هي هي 27 هذا الترتيب ليس عبثا حتى 28 مطلع 29 الفجر 30 إذن 30 كلمة بعدد أيام الشهر بالضبط يعني هل هذا بالصدفة جاء أم أنه محكم مقدر من الله سبحانه وتعالى دقق معي أخي الحبيب 30 كلمة هي 30 ليلة وليلة وكلمة هي جاء رقمها 27 كأن الله يريد أن يقول لك انتبه أيها الغافل أيها العاصي أيها المذنب يا قاطع الرحم يا من ظلمت نفسك وقصرت في حق نفسك انتبه هذه الليلة على الأرجح أنها ستكون ليلة القدر لذلك اعمل وادعو الله وقم الليل واستمع إلى القرآن وحاول أن تطلب من الله ما تريد لأن أبواب السماء مفتوحة الملائكة تتنزل الرحمات تتنزل والقرار عند الله سبحانه وتعالى فتقرب إلى الملك لكي يقربك له ويحل مشاكلك ويكتب لك الرزق وسعة العيش ويكتب لك الشفاء إن شاء الله نسأل الله العافية الآن أيها الأحبة عدد حروف اللغة العربية 28 حرفا حروف اللغة 28 حرفا كم حرفا استخدم في سورة القدر دقق معي أخي الحبيب لتعلم أن القرآن لم يحرف سورة القدر تتركب من 23 حرفا وهناك وهناك خمسة أحرف لم تذكر وعدد آيات السورة خمسة إذن 23 حرفا ركب الله منها هذه السورة التي تتحدث عن إنزال القرآن طب لماذا العدد 23 لماذا اختار الله لهذه السورة ليركب كلماتها اختار من اللغة لم يختار 28 حرفا وليس 24 وليس 22 اختار 23 حرفا لأن القرآن نزل على 23 سنة انتبه أخي الحبيب إنا أنزلناه هل نزل فجأة على النبي عليه الصلاة والسلام أو نزل جملة واحدة أم نزل عبر 23 سنة 23 سنة إذن القرآن نزل عبر 23 سنة والله سبحانه وتعالى استخدم 23 حرفا ليركب لنا سورة القدر التي تتحدث عن إنزال القرآن سبحان الله والله شيء عجيب يعني أنا من الأمور التي يعني جلدي يقشعر عندما أرى هذه الحقائق وهنا أنا وضعت لكم أيها الأحبة بالتفصيل حرف اللام تكرر 19 مرة هو الأكثر تكرارا لأنها ليلة القدر مع للم أنه في سور القرآن حرف الألف يكون غالبا أكثر تكرارا هنا حرف اللام ليشير لك إلى أول حرف من كلمة ليلة فكرره 19 مرة والعدد 19 تعلمون عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 إلى آخر حرف الألف تكرر 16 حرف الياء عشرة حرف الراء عشرة وهكذا 23 حرفا وهناك خمسة أحرف لم تذكر الثاء والصاد والضاد والطه والضه والغين والحرف الأخير هو حرف الغين نعم الضه والغين طيب الآن أحبة في الله انتبهوا معي سورة تتألف من 30 كلمة بعدد أيام الشهر والكلمة رقم 27 هي كلمة هي هي إشارة إلى ليلة قدر وعدد الحروف الأبجدية التي تركبت منها هي نفس عدد سنوات قرآن 23 سبحان الله نفسه هذا تقدير الملك سبحانه وتعالى الآن أحبتي في الله عدد الحروف التي تركبت منها سورة القدر 23 بعدد سنوات نزول القرآن والسورة تتحدث عن إنزال القرآن يعني التأمل الربط والتناغم والانسجام عدد كلمات سورة 30 بعدد أيام الشهر ليلة القدر هذه العبارة عدد حروفها 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن ليلة القدر ليلة 4 والقدر 5 المجموع 9 هذه العبارة تكررت ثلاث مرات فتسعة زائد 9 زائد 9 يساوي 27 يعني هنا أيها الأحب انتبهوا معي هذه هي المرة الأولى ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر أي 9 إضافية 18 ليلة القدر خير من الفشهر إذن 3 مرات هنا 9 هنا 9 وهنا 9 وهنا 9 إذن ليلة القدر حروف ليلة القدر في سورة ليلة سورة القدر عددها 27 نفس موعد ليلة القدر على الأرجع سبحان الله يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة رقم كلمة هي هو 27 بين عدد الكلمات طبعا أنا أود أن أشير إلى الأحبة من يحب أن نرسل له هذا الباوربوين يمكن أن نرسله يتواصل معنا على أرقام الوصاب الموجودة على الموقع وعلى صفحات على موقع التواصل لكي تشرحوه لأحبتكم في الله وهذه عروض باوربوينت مجانية متاحة للنشر وبأي طريقة كانت الآن رقم كلمة هي من آخر القرآن كلمة هي لو عددنا من هي إلى آخر القرآن يعني من هي إلى بداية سورة القدر إننا أنزلناه في هذا قدر 27 كلمة ومن كلمة هي إلى آخر القرآن لدينا 27 ضرب 18 أيضا مضاعفات العدد 27 سأشرح لكم هذه الحقيقة التي أذهلتني أنا شخصيا وجز الله كل من ساهم في تأليف وإعداد هذا البحث أحبة في الله انتبه هنا سورة القدر هذه سورة القدر وهذه سورة الناس طبعا هنا القرآن الكريم سورة القدر هنا فيها كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الكلمة ترتيبها 27 من عند إن أنزلناه في ليلة القدر لعند كلمة هي كم ترتيبها 27 الآن هذه الكلمة لو عددنا الكلمات من كلمة هي هنا إلى آخر القرآن إلى سورة الناس تمام سنجد أيضا عددا هو 27 ضرب 18 27 ضرب 18 انظروا إلى هذا التناسق العجيب والعدد 18 هو عدد السور من سورة القدر إلى سورة الناس من سورة القدر هنا القدر إلى سورة الناس هناك 18 سورة وكلمة هي هنا لو عددنا الكلمات من عندها إلى آخر القرآن إلى كلمة الناس من الجنة والناس نجد عددا يساوي 27 ضرب 18 كلمة أيضا مضاعفات 27 والعدد 18 هو عدد السور إذن هذه الكلمة موضوعة بدقة عبر آيات القرآن وكلمات ومرتبة بشكل دقيق بحيث يأتي تأتي هذه الأرقام كما نرها سبحان الله إذن كلمة هي عدد الكلمات قبلها لبداية سورة القدر 27 وعدد الكلمات بعدها مضاعفات 27 سبحان الله إذن وكأن الله يريد أن يقول لك انتبه إنها ليلة 27 ولكن أخفاه الله عننا لكي نجتهد أكثر سبحان الله الآن أيها الأحبة أنا هنا يجب أن أتأمل معكم هذه الحقيقة الرائعة ذكر إنزال القرآن في ليلة مباركة في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إذن تحدث القرآن عن إنزال القرآن في ليلة مباركة في سورة الدخان وتحدث عن إنزاله إن أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر هاتين الآيات لا يوجد غيرهما في القرآن طبعا هناك آيات تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان كذا أما الليلة إنزال القرآن في ليلة القدر طيب كم عدد الآيات من هذه الآية إلى هذه الآية نحن طبعا حسب تسلسل القرآن لدينا هنا بسم الله الرحمن الرحيم رقمها واحد الحمد لله رب العالمين اثنان وهكذا حتى نصل إلى إن أنزلناه في ليلة القدر رقمها أربعة تلاف وأربعمائة سبعة عشر ترتيب هذه الآية أربعة تلاف وأربعمائة سبعة عشر حسب تسلسل آيات القرآن وترتيب هذه الآية إن أنزلناه في ليلة القدر ستة الاف مئة وستة وعشرين لو عددنا الآيات من هذه الآية إلى هذه الآية نجد ألف سبعة مئة وعشر آية ماذا يساوي هذا العدد انظر أيها الأحبة عدد الآيات من إن أنزلناه في ليلة مواركة إلى إن أنزلناه في ليلة القدر عدد الآيات يساوي مئة أربعة عشر عدد صور القرآن عدد سور القرآن والآيات تتحدث عن ماذا عن إنزال ما ماذا القرآن الذي عدد سوره 114 هذا رقم ثابت مضروب بخمسة إذن 114 هو سور القرآن والعدد خمسة هو عدد آيات سورة القدر خمس آيات والعدد ثلاثة هو عدد مرات كلمة القدر أو ليلة القدر تكررت ثلاث مرات كلمة القدر أو ليلة القدر تكررت ثلاث مرات إذن الله عز وجل عندما وضع إن أنزلناه في ليلة مباركة هنا في القرآن ووضع إن أنزلناه في ليلة القدر عدد الآيات جاء متناسقا مع عدد سور القرآن ومع عدد آيات سورة القدر ومع العدد الثلاثة تكرار ليلة القدر في سورة القدر سبحان الله الشيء المذهل أيها الأحبة أننا لو قمنا بعد الكلمات الآن يعني هناك عددنا الآيات هنا سنعد الكلمات من أول القرآن من كلمة باسم رقمها واحد الله رقمها اثنان الرحمن ثلاثة الرحيم أربعة الحمد خمسة لله ستة ربي سبعة العالمين ثمانية وهكذا حتى نصل إلى آخر آية في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر رقم هذه الكلمة سيكون ستة وسبعين الف وتسعمية وخمسين هذا العدد انظروا ماذا يساوي الأحبة مي وأربعة عشر عدد السور في سبعة وعشرين ليلة القدر في خمسة في خمسة وهنا الرقم خمسة يشير إلى عدد آيات سورة القدر وعدد كلمات أول آية وآخر آية منها إن أنزلناه في ليلة القدر خمس كلمات سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر خمسة سبحان الله كتاب أحكمت آياته أكرر أيها الأحبة من عند أول كلمة في القرآن إلى نهاية سورة الفجر من هنا إلى هنا أيها الأحبة عدد الكلمات يساوي مي وأربعة عشر عدد سور القرآن في سبعة وعشرين ليلة القدر في خمسة في خمسة تشير إلى عدد آيات سورة القدر سبحان الله يعني دقة والله ليس بعدها دقة على الإطلاق أيها الأحبة وأنا هنا جئت بصورة من البرنامج برنامج إحصاء القرآن هنا أنا حددت الآيات من أول آية بسم الله الرحمن الرحيم إلى نهاية سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر فكان عدد الكلمات ستة وسبعين ألف وتسعمية وخمسين وهذا ناتج الحساب يساوي مي وأربعة عشر ضرب سبعة وعشرين ضرب خمسة ضرب خمسة يعني انظروا أيها الأحبة عن سلام يعني من أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بدأنا نعد الكلمات هكذا حتى وصلنا إلى سلام هي حتى مطلع الفجر كان عدد الكلمات مي وأربعة عشر في سبعة وعشرين في خمسة في خمسة عفوا عدد صور القرآن في ليلة القدر سبعة وعشرين في خمسة في خمسة عدد كلمات آية سلام هي حتى مطلع الفجر وآية إننا أنزلناه في ليلة القدر الخمسة وعدد آيات السورة أيضا خمسة سورة القدر آياتها خمسة أيضا سبحان الله لآن أحبتي في الله سنأخذ حقيقة مذهلة جدا ماذا عن أول آية ذكرت إنزال القرآن نحن تحدثنا هناك عن إنزال القرآن في ليلة مباركة الآن سنتحدث عن إنزال القرآن بشكل عام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذه أول آية تتحدث عن ماذا إنزال القرآن آخر آية في القرآن تتحدث عن إنزال القرآن هنا إننا نحن نزلنا عليك القرآن التنزيلة هذه آخر آية تتحدث عن إنزال القرآن في سورة الإنسان ورقمها 23 هو عدد سنوات نزول القرآن عدد سنوات الوحي طيب الآن عدد حروف كلمة قرآن يعني قاف رأ ألف نون عدد حروف كلمة قرآن أحبتي في الله كم حرفا من شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى إننا نحن نزلنا عليك القرآن التنزيلة لو قمنا بعد بين هاتين الآيتين عددنا فقط حرف القاف وحرف الراء وحرف الألف وحرف النون كلمة قرآن نجد العدد نجد العدد 977 يساوي 114 عدد السور في 23 سنوات الوحي في 5 في 7 ونحن نعلم إعجاز الرقم 7 في القرآن والعدد 5 يتعلق بماذا أيها الأحبة بي ليلة القدر سبحان الله والله أنا أمام هذه الحقيقة لا أملك إلا أن نقول سبحان الله والآن أيها الأحبة دعوني أكرر هذه الحقيقة العجيبة باختصار شديد أول آية تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هنا أيها الأحبة دعوني أشرح لكم هذه الحقيقة هنا لدينا أول آية تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وآخر آية تحدثت عن إنزال القرآن إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا إِذَا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا لو جئنا بهذه الآيات جميعا كلها من هنا إلى هنا تمام أيها الأحبة وعددنا حروف قاف وراء وألف ونون ما هذه الكلمة؟ قرآن عددنا حروف القاف والراء والألف والنون في جميع الآيات من الآية الأولى التي تحدثت عن إنزال القرآن إلى الآية الأخيرة التي تحدثت عن إنزال القرآن نجد عدد حروف كلمة قرآن 114 مضروبة في اللهم صلي على سيدنا محمد مضروبة في 23 مضروبة في 7 مضروبة في 5 114 عدد سور القرآن 23 عدد سنوات نزول القرآن والعدد خمسة عدد آيات سورة القدر والعدد سبعة معروف العدد الكوني لأن القرآن نزل من السماء السابعة من اللوحة المحفوظ فهنا إشارة إلى نزول القرآن من السماء السابعة سبحان الله كله محسوب أيها الأحبة الآن سر يحير العقول لكي لا أطيل عليكم أحبة هذه الحقيقة مهمة جدا وأنا شخصيا أبهرتني من أول سورة القدر إلى آخر القرآن استخدم الله لبناء هذه السور 27 حرفا سبحان الله يعني من أول سورة القدر أحبة في الله إلى آخر القرآن قلنات من طعة سورة من سورة القدر إلى سورة الناس الحروف الأبجدية التي تركبت منها ليست 28 حرفا حروف اللغة بل 27 حرفا انظروا معي هنا هذه هي الحروف السبعة والعشرين وهناك حرف واحد لم يستخدم هو حرف الض يعني يمكن أن أشرح لكم هذه الحقيقة إذا اعتبرنا أن سورة القدر هنا سورة القدر وهنا سورة الناس هذه السور كلها كل هذه السور أيها الأحبة ركبها الله من 27 حرفا هجائيا نفس تاريخ ليلة القدر يعني من عند سورة القدر إلى آخر القرآن يوجد 27 حرف هجائي حرف الض غير مستخدم طيب لو حدث تحريف في القرآن لو أن أحدا أضاف جملة أو حذف جملة لاختلى هذا البناء العددي العجيب أيها الأحبة الآن من أغرب ما رأيت حقيقة من أغرب ما رأيت أن حروف ليلة القدر من سورة القدر إلى آخر القرآن تساوي 114 في سبعة في إثنان 114 يعني عدد سور القرآن في سبعة إشارة إلى السماء السابعة التي نزل منها القرآن في إثنان ليلة القدر ليلة القدر سأشرح هذه الحقيقة أيها الأحبة انتبهوا معي هنا إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر القرآن إلى آخر القرآن من الجنة والناس لدينا 27 حرف هجائي نفس تاريخ ليلة القدر على الأرجح وهنا هذه هي الحروف ألف لام ياء وكل حرف كم مرة تكرر الآن تكرار حروف ليلة القدر اللام تكرر هنا أيها الأحبة انظروا معي 255 مرة هنا 255 زائد الياء الياء تكرر 165 مرة هنا أيها الأحبة الياء هذا هو الياء 165 اللام الثانية 255 نفس هذه اللام طبعا مكررة والهاء تاء المربوطة أو الهاء 123 مرة هنا الهاء الهاء 123 هذه هي ليلة هذه حروف ليلة تمام الآن القدر القا دال دال 63 وين 63 هنا أيها الأحبة هذا هو حرف الدال 63 وآخر حرف هو الراء 100 هذا هو حرف الراء هنا أيها الأحبة هذا هو حرف الراء هنا إذن من سورة القدر من سورة القدر إلى آخر القرآن من سورة القدر إلى سورة الناس لو قمنا بعد حروف ليلة القدر يعني ما تحويه هذه الآيات والسور من حروف ليلة القدر نجد بالضبط 114 مضروب في سبعة مضروب في إثنان سبحان الله يعني السورة تتحدث عن ليلة القدر وضعها الله في موضع بحيث أننا إذا قمنا بعد حروف ليلة القدر هذه الحروف التسعة ليلة القدر تكرار هذه الحروف من سورة القدر إلى آخر القرآن كم يعطينا عدد 1596 هنا يساوي عدد سور القرآن 114 في العدد السبعة في العدد الثنان والسبعة قلنا السماء السابعة طيب قد يقول قائل هذه المصادفة دعوني أتأمل ما هو أعجب من ذلك أيها الأحبة سنبحث الآن عن حروف كلمة ليلة وحروف كلمة القدر بنفس المنهج ونرى هل يبقى هذا القانون منطبقا هنا أحبتي في الله حروف ليلة يساوي 114 في سبعة بالضبط سبحان الله يعني من سورة القدر إلى آخر القرآن كما نرى أمامنا هنا أيها الأحبة نعتبر أن سورة القدر هنا وهنا مثلا سورة الناس سورة الناس لو قمنا بعد حروف ليلة لام ياء لام هاء كما رأينا اللام 255 الياء 165 اللام الثانية نفسها والهاء 123 المجموع 798 يساوي 114 عدد سور القرآن مضروبا في الرقم سبعة طيب ماذا عن كلمة القدر يعني كلمة ليلة تكرار حروفها 114 في سبعة كلمة القدر نفس الشيء سبحان الله يعني سبحانك يا رب والله الشيء يقشعر منه البدن حقيقة يعني حروف كلمة القدر من سورة القدر إلى آخر القرآن تساوي 114 مضروبا في سبعة نفس الرقم تحديدا يعني هذا منتهى الإعجاز أيها الأحبة لمن يفهم لغة الأرقام يعني كيف تركبت هذه الحروف العقل حقيقة يتوقف انظروا أيها الأحبة كلمة القدر هنا الألف تكرر 347 مرة هذا هو أيها الأحبة هنا 347 واللام 255 كما رأينا والقاف 33 هذا هو القاف هنا 33 والدال 63 والراء 100 هذه هي الراء 100 هنا المجموعة 798 يساوي 114 طيب كيف انضبطت هذه الأعداد بالضبط ليلة تساوي 114 في 7 القدر 114 في 7 وال114 هي عدد سور القرآن ليس رقم عشوائي والرقم 7 هو السماء السابعة كأن الله يريد أن يقول لك أيها الملحد ألا تقتنع أن الله هو الذي أنزل هذا القرآن المؤلف من 114 سورة من السماء السابعة في ليلة القدر يعني هذا ترجم بلغة الأرقام والله أيها الأحبة أي إنسان لديه ذرة ذرة يعني علم لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة وسيشهد بأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الآن أيها الأحبة أنا لكي لا أطيل عليكم لأن الحقائق العددية كثيرة جدا ولكن أحب أن أختم وأذكر أحبتي في الله دائما الله يريدك أن تتقرب منه دائما الله يريدك أن تكون قريبا منه لذلك قال تعالى وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي سبحان الله سبحان الله الملك يدعوك أنت أيها الإنسان الذي لم تكن شيئا وحقيقة لا تساوي شيئا أمام هذا الكون الله يدعوك أن تستجيب له طيب ما هذه الرحمة ما هذه العظم الإلهية سبحان الله فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لذلك أيها الأحبة يجب علينا أن نستجيب لله سبحانه وتعالى وأن نكسر من الدعاء في هذه الليلة المباركة ليلة قضاء الحوائج وأذكركم بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به حبيبكم عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة أن يغفر ذنوبنا ويقضي حوائجنا ويقدر لنا من الأعمال ما يحبه ويرضى وأهم شيء نسأله أن يتوفانا مسلمين أن يتوفانا على الإيمان أن لا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أن يجنبنا الشر وأن يشفينا من كل مرض وأن ينعم علينا من بركات السماوات من رزق الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن ينزل علينا من رحماته ورزقه ويقدر لنا كل خير إنه على كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل الإخلاص في هذا العمل إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى